السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعين في كل مكان ومكملين مع بعض ودي الحلقة الاخيرة الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى ادرنا النهاردة نخلص المنهج مع بعض وصلنا لي الحلقة الاخيرة اتمنى لكل واحد فيكم التوفيق والنجاح يلا بينا مع بعض نشوف الحلقة الاخيرة لكن قبل ما نبدأ اتمنى تعملوا لايك للفيديو يلا نبدأ مع بعض الدرس بتاعنا النهاردة بعنوان properties of mixtures يعني خصائص المخليط واخدنا مع بعض يعني ايه mixtures الحلقة اللي فاتت وقلنا هي ايه هي عبارة عن matter formed of two or more materials عبارة عن مادة مكونة من اتنين او اكتر من المواد وقلنا كمان ان هي عبارة عن المتريال اللي بتكون مكونة من الخليط ديت بتكون يعني ما بتتحدش كيميائيا and mixing them وخلطهم doesn't change them into new substances وخلطهم ما بيعملش مادة جديدة وطالما عندنا قلنا ان هما doesn't change them into new substances يعني ما بتغيرش المادة جديدة فبالتالي هما بيكونوا مع بعض تغير فيزيكالي يعني تغير فيزيائي هنا بيقول put true or false the opposite picture doesn't show a mixed chart الصورة اللي فيه قدامكم دي ما بتوضحش الخليط ما بتوضحش ان ده مخلط يعني هقوله اجابة ايه لا اجابة false ليه لان احنا قدامنا واضح قدامنا عندنا salt and pepper الملح والفلفل قدامنا هما وطحين هما الاتنين فبالتالي هقوله false يعني ده بقول عليه mixed chart يعني خليط the parts in the opposite picture can be separated الاجزاء المقابلة في الصورة دي ممكن اقدر اعمل لها separated ان انا افصلها اه طالما انا قلت ان هما mixed chart يعني هما ليهم physical properties خصائص فيزيائية فبالتالي اقدر ان انا اعمل لهم separated اقدر ان انا افصلهم تمام فبالتالي هقوله true طيب you have learned that mixed chart are formed of mixing two substances or more together تعلمنا ان المخلول بتكون زي ما قلنا من two substances or more together من مدتين او اكثر فاكرين لما قلنا جبنا الطبق الفروتس طبق الفواكه في عندنا بنانا فيه strawberry فيها عندنا pear عندنا mango جوافة فيها انواع كتير من fruits فبالتالي انا اقدر ان انا اعمل mixing two substances or more اعمل يعني خلطة بمدتين او اكتر تمام هل نشوف مع بعض properties of mixtures خصائص المخلوط mixtures are made of two or more substances بتكون من عندنا مدتين او اكتر that are physically combined together يعني بيكونوا مع بعضهم او بيختلطهم فيزيائيا كان في التعريف بيقول ايه don't combine chemically ما بيختلطوش كيميائيا خلينا كويس جدا مركزين قلنا في التعريف ان هما don't combine chemically ما بيتحدوش كيميائيا معناها ان هما بيتحدو فيزيائيا together that means they don't react together ده معناه طالما هما بيتحدو فيزيائيا معناها ان هما ما بيتفعلوش مع بعض يعني ايه ما بتفعلوش مع بعض يعني انا حطتهم مع بعضين يعني ايه الخواص بداعتهم الفيزيائيا موجودة زي ما هي ما تغيرتش وديتني حاجة جديدة لو حصلت change لي المادر للمادة ودتنا no substance مادة جديدة مختلفة تماما فده عندنا chemically لكن احنا بنقول الفيزيائيين هما combine together وده معناه don't react together يعني مش بتفعلو مع بعضهم زي مين؟ زي عندنا salt water المية والملح لما اختلطوا مع بعضهم حديني salty water مية مملحة في النهاية عن salt water مية وملح لكن عندنا بيقول ايه don't react together مش بتفعلو مع بعض طيب زي substances المواد that form mixtures المواد برضو ده مثال تاني للمواد اللي بتكون مخلوطة بيقول ان هي can be physically separated اقدر ان انا افصلهم from each other by sampling ways في طرق بسيطة اخدناهم المرة اللي فتت ازاي ان انا افصل عندنا sand from عندنا water ويقولنا اللي هو الفلفل عن salt و salt عن water تمام الطرق دي اسمها ايه؟ خدنا طريقتين هي و دول الطريقتين اللي انا اقدر ان انا اعمل المخلوطات هم ايه؟ الترشيح او اللي هي التنقية والتبخر تمام؟ طيب جايب برضو كده امسلة طبعا الدرس ده هو كله مراجعة كل الدروس اللي احنا اخذها دلوقتي مش هقول معلومات جديدة غير حاجة ببسيطة خالص الدروس كلها اللي احنا اخذها دلوقتي كلها مراجعة على الفات احنا نقدر نفصل زي ما قلنا مخلوط المية والرمل عن طريق عملية اللي هي الترشيح او التنقية زي عندنا بيقول كمان اجزامبل تاني جايبه بيقول خليط القريط والوضر هما الاتنين الوضر ده والوضر ده هما الاتنين بتكونوا من مواد سائلة مختلطة مع بعض تعالوا نشوف اللي بعد تقول هنا ملتنج واكس يعني زوبان الشمع عندنا كلمة واكس معناها الشمع تغير فيزيائي لو احنا عندنا لو واكس اللي هي الشمع حصل لها ملت يعني زوبناها او سيحناها فده تغير فيزيائي دي تغير فيزيائي يا ميس لان هي عندنا صلد اصبحت لكود لكن احنا لو سبناها فترة الليكود ده هيصبح عندنا ايه هيصبح صلد فبالتالي عندنا ما حصلش تشينج في الشيب حصل بس تشينج في الصيز بتاعها الحجم بتاعها بس حصله ايه حصله عندنا ديكوريز اللي يعني بيقول لما المعادن بتفاعل مع الاكسجين الاكسجيني المنجود عندنا في الهواء لما مثلا عندنا زي فورك لو تفاعلت مع الاكسجيني المنجود في الهواء فعندنا في بعض المعادن بتفقد بيقول اللمعة بتاعتها بتفقد شاينينج اللي هي اللمعة بتاعتها and this change is not a physical change شايفين معايا اللم بتاعها تغير ازاي فبالتالي ده عندنا بقو not physical change تغير غير فيزيائي يعني تغير كيميائي هنا طبعا في التابل ده عاوزنا نحط physical change or not physical change physical change تغير فيزيائي لما اعمل making fruit salad لما اعمل سلطة فواكه فده عندنا تغير فيزيائي melting eyes ده برضو تغير فيزيائي burning close لما احرق القماش لأ ده not change عندنا ده مش تغير فيزيائي تغير عندنا chemically cutting piece of close لما اقطع عندنا قطع من القماش تغير فيزيائي losing shining of metal يعني الفقدان المادة اللمعة بتاعتها فده هقول not physical change تعالوا معايا هنا استؤالين بيقول melting of wax is not a physical change الزوابان اللي هو الشمع تغير غير فيزيائي طبعا لقلنا ايه تغير فيزيائي هقول له false cutting a piece of paper قطع قطع من الورقة is a chemical change تغير كيميائي while بينما burning a paper is physical change بينما يعني حرق الورقة تغير فيزيائي وقطع من الورقة تغير كيميائي لالعكس عندنا burning paper ده عندنا ايه هقول chemical change تغير كيميائي اما cutting piece of paper قطع قطع من الورقة ده physical change في الاجابة دي هقول له false شوفوا لبعده تعالوا هنا احنا تكلمنا عن physical change هو بتكلم برضو هنا عن chemical change and matter تغير الكيميائي في المادة برضو بيراجع تاني بيقول هنا ايه بيقول there are some changes that happen to matter في بعض التغيرات بتحصل للمادة which are called physical change في بعض التغيرات بتحصل للمادة فده اسمه physical change تغير فيزيائي عندما بيحصل بعض التغيرات في المادة فده اسمه physical change تغيرات في المادة تغير فيزيائي and there are some other changes وفي تغيرات تانية بيقول not physical change يعني تغيرات غير فيزيائية في النشاط ده بيقول نحن هتعرف على the not physical change يعني التغيرات الغير فيزيائية زي ما قلنا اسمها chemical change تغيرات كيميائية تغيرات غير فيزيائية not physical change اسمها chemical change تغيرات كيميائية what is the meaning of chemical change يعني ايه تغيرات كيميائية it is a change in matter تغير في المادة with a change in its structure يعني بيقول تغير في التركيب بتاحها producing a new matter بيدينا مادة جديدة زي ما قلت لما حطينا الوضر مع الشوغر ويست الخميرة عملنا making bread ادانا خبز تشايف المطر المواد اللي كانت موجودة معاك لا مش شايف انت كان معاك liquid ومعاك صلود ادونا حاجة جديدة خالص no materials no substances مادة جديدة خالص تمام فده اسمه chemical change there are some evidence that shows a chemical change occurs هنشوف بعض الادلة على تغير الكيميائي اللي بيحصل اول مثال احنا اخذنا burning a piece of paper حرق قطعة من الورق هتحس باين هتحس you can feel the heat انت هتشعر بالحرارة see the light هتشوف كمان الضوب and observe the ash وكمان انت هتلاحظ الرمال that is formed يبقى انت لما حرقت قطعة من الورق شايف معايا انت اول حاجة feel heat هتحس بحرارة السخونة اللي طلع من الحرق دا هتحس بها صح؟ كمان هتشوف light هتشوف ضو كمان observe ash وحتلاحظ كمان ان فيه ash formed اتكون تمام من ايه؟ من burning a piece of paper فبالتالي دا عندنا chemical change ادينا حاجة جديدة خالص غير اللي احنا شايفينها او غير اللي احنا حطيناها عملناها ادينا heat حسنا عملنا feel the heat شعرنا بحرارة see the light وشوفنا الضوب بتاع الحرق دا وكمان لقينا حاجة جديدة تكونت وهو ash الرمض طيب when you strike a match لما انت بتعمل strike يعني بتشعل النار زي الكابريتة اللي معاك دي بيقول strike a match يعني انت بتشعل بتشعل الكابريت you can see the heat هتحس برضي بسخونة and see the light وكمان هتشوف الضوء اللي طال of the burning match من حرق الكابريت لما انت تعمل strike لماتش كابريت هتحصل ايه هيحصل عندنا اول حاجة هشعر بسخونة طبعا اكيد لو احنا قربنا قدينا هنشعر بسخونة منيها طبعا وكمان شايفين اللايت اللي طال دا وكمان هيحصل ايه عندنا بيقول light هنشوف light of the burning match وحنشوف الحرق بتاع او الضوء بتاع الحرق when mixing vinegar with baking soda gas bubbles appear لما تخلط الخل مع baking soda هتلاقي ايه هتلاقي حاجة جديدة تكونت وهي bubbles في كده فق قعات من الغاز حصل لها appear ظهرت كده معاك when baking a cake in the oven لما بتخبس كاك في البتجاز the taste of the cake is different from the taste of its ingredients مزاق يعني بيقول بتاع المزاق بتاع ingredients المكونات يعني انت دلوقتي حطيت عملتي كيك حطيت ايه حطيت ايجز بيد وحطيت ملك وحطيت كمان عندنا ايل وحطيت flour الدقيق والمكونات بتاعة الكيكة والشجر والبكينج بودر والفانيليا كل واحدة من دول طبعا بيكون لها تست لها مزاق حطيت كلهم مع بعضهم عملت لهم ميكس داني في الاخر الكيكة الكيكة دي طبعا هيكون لها مزاق مختلف عن مين عن الانجرودية سننت حطتها تمام طب بيقول لك هنا في الاخر التغيرات الفيزيائية بتختلف عن التغيرات الكيميائية يجين في الامتحان يقول true or false هقول true where in physical change حيث في التغيرات الفيزيائية there are not change happening in the chemical الجزئية دي هما هو جايب كده الملخص بتاع الدرس بيقول حيث ان التغيرات الفيزيائية لا تحدث تغيرات في الصفات الكيميائية للمواد فهنا جايب كده على سبيل المثال بيقول يعني على سبيل المثال ان المية قبل وبعد التجمد زي ما هي مية يعني هي كانت مية في حياتها لما كانت نفسها هي الشيء برضو لما اصبح صلد برضو هي كمان ما تغيرت شي تعالوا نحل السؤالين الألعاب النهرية او انفجار الألعاب النهرية في الهوا فده بيقول تغير كيميائي طبعا لانه بينتج عنه هيت حرارة وبينتج عنه كمان ساوند وهي لايت تمام فده تغير كيميائي هقوله اجابة true في التغيرات الكيميائية الخصائص الكيميائية الخصائص الكيميائية للمادة بتتغير هقوله اجابة true تمام تعال 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 نشوف مع بعض لسون وده بتكلم عن تغيرات كيميائية الصورة اللي بتوضح تغير فيزيائها دي ولا عندنا دي لا طبعا دي شكلها زي ما هو عندنا الصائز بس اللي تغير فبالتالي هقوله بي فيزيكال تشينج طيب الصورة اللي هي اي دي بتوضح تكوين مادة جديدة فده معناه تغير ايه اللي حصل تغير كيميائي زي ما تكلمنا في الدرس الشرح نان دلوقتي في الانشطة السابقة you have learned that the chemical change is a change in matter with a change in its structure producing new matter طلعما طلع لنا new matter مادة جديدة حصل ايه producing new matter طلع لنا مادة جديدة معناه ان في عندنا chemical change في ايه chemical change يبقى chemical change is a change in matter with a change in its structure producing new matter تغير كيميائي مرة تانية تغير في الم matter نفسيها مع تغير في التركيب producing new matter حيكوني مادة جديدة زي ما شرحنا when two or more substances are combined combined معناها react يعين تفاعلوا مع بعضهم او يخترتوا مع بعضهم مادة او اكتر بيقول chemical change تغير كيميائي occurs forming a new substance في تغير كيميائي بيحصل حيكون لنا new substance مادة جديدة new substance is different physically مختلفة فيزيائيا from the original substance المادة اللي تكون مختلفة فيزيائيا عن المادة الاصلية زي ما قلت في الشرح في البداية قلت لو انا جبت عندنا جبت flower وجبت sugar وجبت عندنا salt وجبت yes تخميرة وصكر الحاجات كلها وخلطوهم مع بعضهم حديني في النهاية ايه حديني بريد تمام الحاجات اللي انا كل المكونات اللي انا عملت لها دي خلطوها اديتني حاجة جديدة زي عندنا احنا حطينا مية وحطينا وحطينا كل الحاجات دي اديتني حاجة مختلفة تماما فبيقول هنا عندنا المادة الجديدة دي المختلفة فيزيائيا عن المواد الاساسية او المواد الاصلية اللي احنا حطيناها دي عندنا اختلف والقلر الالوان اللي احنا حطيناها حطينا وحطينا مثلا عندنا خميرة حطينا حطينا مثلا في اوقات بنحط اج كمان يعني او بنحط كمان ملك الحاجات اللي انا حطتها دي فين راحت فين كلها حصل لها اخترطت وادتنا مادة جديدة زي اللي حصل برضو هنا في دي دي عندنا حصل لها ايه اتحرقت فبالتالي اديتنا اش اديتنا ورق هل ده زي ده لأ هي غيرت ورق لكن لما اتحرقت اديتنا حاجة جديدة خالص وهي اش اللي هو الرماد تمام فهو برضو بيقر لكلام مرة تانية المادة الكونات دي جديدة لها خصائص كيميائية مختلفة بتختلف عن ايه عن الخصائص بيقول اللي هي تحت المادة الاصلية زي ما قلت المكونات دي كلها اديتنا حاجة جديدة في الاخر فكل بيكون مختلف عن بعض طيب برضو هنا كده جايب تانية بيقول عندما اللي هو الحديد لما الحديد بتفاعل يعني تفاعل مع مع الاكسجين ومع الوضر زي بيكون صدر اخلنا برضو في دروس اللي قبل كده قلنا لو النيل اللي هو المصمار ده تفاعل مع اللي هو المي الوضر وكمان عندنا طبعا الاكسجين او الهواء يعني الموجود حالينا في اكسجين تفاعلوا مع النيل اللي هو المصمار ده على طول هتلاقوا فيه عندنا اللون بتاعه اصباح كده ريتش كولر يعني لون محمر اللون المحمر ده عندنا اسمه راستنج اللي هو الصدر هيتكون على النيل المصمار هنا بيقول راست ايز اكيميكال صبستين الصدر مادة كيميائية اسمها ايرن اكسايد ايرن اكسايد معناها اكسيد الحديد يبقى مادة كيميائية تكونت اللي هو الصدر ده اسمه ايرن اكسايد اسمه ايرن اكسايد اكسايد الحديد اسمه ايرن اكسايد يعني اكسايد الحديد والكلمة دي مهمة يبقى عندنا الراست ده اسمه ايرن اكسايد ايرن اكسايد اللي هو الصدر اللي على الحديد ده وده عندنا بيكون عبارة كده عن طبقها اتكونت على الحديد لونها يعني لون محمر زي كمان عندنا شايفين يعني الصدى كمان اللي على المركبة بتاعة السيارات تمام يلا نشوف اللي بعد الاكسجين عندنا الاكسجين بيعمل ايه بيعمل كمباين او ري اكت مع الكاربون اللي هو الكاربون والهايدروجين هيطلعينا هيت حرارة الحرارة دي هتعمل لنا فاير يبقى معنا كده لما بيكون في عندنا تفاعل ما بين الاكسجين والكاربون والهايدروجين لدينا ايه حرارة هيبدأ عندنا الاحتراق او الحريق زي ما شايفينه معايا بالشكل ده الاحتراق ده الاحتراق ده هيحول الوود ده يعني دلوقتي في وود عندنا خشب حصل كمباين الاكسجين والكاربون والهايدروجين كلهم مع بعض يوم هيبدأ يحصل هيت هيسخنوا مع بعض لما يحصل عندنا احتراق فبالتالي اللي هي مين اللي هو الخشب ده لما يتحرق هيتحول لقاش هيتحول اللي هو الخلي لما بيتحد او بتفاعل مع اخلنا قبل كده قلنا زي حي كوننا فقاعات من الغاز زي ما قلت نفس الكلام اللي قلناه قبل كده بيوجد عندنا تغيرات كيميئية مهمة بتحصل برضو جو جسمنا طبعا عن طريق الاكل اللي احنا بنكله والحط اللي كود لسوائل وكمان عندنا الاير اللي احنا بنتنفسه بيحصل جو جسمنا فيه عندنا كيميكال بريديوست ان يور بودي فيه عندنا تفاعلات كيميئية بتحصل لجسمك دي بتساعد فيه فيه هضم الطعام الطغيرات الفيزيائية دي بتختلف من الكيميكال التغيرات الفيزيائية انا بتختلف عن الكيميكال where chemical changes are not reversed easily التغيرات الكيميئية قلنا ان هي ما بترجعش بسهولة يعني انا دلوقتي لو عملت احتراك للوود زي ما شفتم معايا كده احتراك للوود والوود اصبح اش هل انا ممكن ارجع الوود مرة تانية خلاص هو اصبح اش فبالتالي انا مش هقدر ان انا ارجعه مرة تانية نفس الشيء هنا عندنا في الخل والبيكنج صده حصل هنا في القاعات وحصل مع بعضهم اقدر ارجع الخل مرة تانية ورجع البيكنج صده مرة تانية لا ما اقدرش ارجعهم لكن احنا اخذنا في التغيرات الفيزيائية اقدر ارجعهم عن طريق وقدر انا ارجعهم كمان عن طريق فاكرين تمام تعالوا حلو السؤالين الحديد بتفاعل مع ايه النقطة عشان يكون راست الصده بتفاعل مع اول الاكسجين اللي هو الاكسجين وبتفاعل مع الميا يقول التغيرات اللي ما بترجعش بسهولة اللي هي ايه التغيرات الكيميائية عندما لعبة حديد تركتها في المطرة بيقول ايه اللي حيتكون عندنا طبعا راست حيتكون اللي هو الصده تعالوا نشوف اللي بعده تعالوا مع بعض هنا في اكتيفشي number 15. how has it changed? يعني كيف بيتغير? تعلمنا برضو اني في two changes of matter that happen around us in our daily life. شوفنا مع بعض تغيرات بتحصل للمادة في اليوم حولنا او في حياتنا اليومية يعني في عندنا physical وفي chemical بيكرر نفس الكلام. فدلوقتي بيقول that following evidence can be used to different date between the physical and chemical change. دلوقتي في عندنا ادلة هنستخدمها علشان نفرق ما بين physical and chemical change. تعالوا هنا بيقول ايه? اول حاجة علشان افرق ما بينهم بيقول some events that describes physical changes. بعض الادلة علشان نوصف بيها طائرات الفيزيائية. عندنا اول حاجة change in size. change in shape. change عندنا in color. وكمان عندنا change in state of matter. يعني تغير في حالات المادة. ودي كلها عندنا دلائل على التغيرات اللي هي الفيزيائية. تعالوا مع بعض كده نشوف. هنوصف دلوقتي physical تمام? وبعد كده هنشوف chemical. طيب. الادلة on changing in size. تغير في الحجم. لما اعمل cutting paper اقطع الورقة. فده عندنا في الحجم بس. لكن عندنا موجودين زي ما هو. لما اعمل كمان اقطع فاكها. فانا برضو كده عملت في لكن كل حاجة موجودة عندنا موجود بتاع اللي هو البطيخة او عموما. تمام? وعندنا ال color موجود. اتغير بس من size. فده عندنا changing of size. تغير في الحجم. تمام? طيب. changing in shape. تغير في الشكل. لما اعمل. علشان اعمل معناها اني انا الف. الف قطعة من اللي هي الاسلاك. علشان اكون اكون اللي هو عشان اكون اللي هو ده. تمام? فحصل عندنا تغير في الشيب. كمان عندنا تضفق الرملة in an hourglass. hourglass معناها الساعة الرملية. hourglass اول معناها ساعة. وglass يعني زجاج فهي على بعضها اسمها hourglass الساعة الرملية. لما يحصل تضفق في الساعة الرملية ديت. change بيحصل تغير في shape of sand. في شكل الرملة in the containers. في الوعاء. تمام? زي ما شافين معي دي الساعة الرملية. بيحصل بس عندنا تغير في الشيب بتاعت ميم. الرملية. توقع تغير في اللون. ضيف يعني قطرات من الطعام الملون. يعني لي كوباية مية. لو ضفت قطرات من اللي هو الطعام الملون لقطرات المية. فهينا عندنا احنا احنا توقع ان هنا في تغير في اللون. تغير في ايه? اللون. حطينا مسلا اللون عندنا بلو. فاللون هيكون عندنا بلو. لكن عندنا زي ما هو. ما حصلش اي حاجة خالص. طيب عندنا هنا كمان تغير في اللون. عندنا رسمة وردة على مسلا ورقة زي ما شافيت نعيه ولوناها. فالشكل زي ما هو وكل حاجة زي ما هي. لكن بس هو اللي تغير. فدي كلها عندنا دي عندنا دلائل على تغيرات في ازيائية للمادة. تعالوا كمان لسه ما خلصناش. في كمان واحدة تغير في حالة المادة. زي ما قلنا برضو اخلناها ان احنا نزوب قطعة من الشوكولاتة. برضو ده عندنا قلنا تغير فيزيائي لان هي ممكن ترجع مرة تانية وتكون صلد بعد ما اصبحت ترجع مرة تانية نحية تكون صلد. عندنا كمان تبخر المية. ده كمان بقولها عليه تغير فيزيائي. عندنا خلصنا التغير فيزيائي حنرجع دلوقتي حنشوف برضو تغيرات او بعض الادلة على التغيرات الكيميائية. هو جايب كده ملخص لكل اللي احنا اخدناه. عندنا تغير في اللون غير متوقع. يعني لما انت تعمل ميكسنج ايو داين ويز كورن ستارتشز لما بتخلط اللي هو اليود مع النشا حيدينا مادة جديدة خالص اتكونت وهي عندنا دارك بلو اللي هو اللون اللي بيكون غامق. تمام? احنا عندنا ده نشا. تمام? النشا احنا عارفينه. واليود حطناهم مع بعضينا. دي مادة ودي مادة. ادونا حاجة جديدة خالص وهي دارك بلو. حاجة احنا مش حنتوقع ان هي تتكون. تمام? طيب. بعد كده في عندنا فورميشن اوف جاز بابلز. تكون فقعات الغاز. قلنا لما نحط ميم. لما بنعمل بيكينج سودا. مع الخان اللي بدينا بابلز. صح? فدي كيميكال. قلنا كمان ريحة كوية. لو احنا سبنا كوباية من اللبن حطناها بره التلات. لمدة يومين. اكيد طبعا احنا هنعمل ايه? بعد سميل هنشمي ريحة سيئة جدا. تمام? فضا تغيير كيميائي. ايه تاني? بيبقى احنا كده عرفنا من كل دي. عرفنا ان تغيير كيميائي بتعملنا مادة جديدة. تعالوا هنا عطوه نشوف مع بعض. تمام? هنا اخر حاجة جزئية معي. بيقول هنا المياه الملحة للبحار والمحيطات تعتبر عندنا ميكستشار. يعني دخلي. اجابة روم. مكونات المخلوط نقدر نحنا نفصلها. اجابة روم. تمام? بلينتي اف ودر بطنان تو درينك. يعني مياه كتيرة لكن ما نقدرش نشربها. ميني بيبول اروند ذا والد كانت ريتش فريش ودر. اوضو اباوت سيفينتي بيرسنت اوف زا سيرفز اوف زي ايرز. از كفر دباي اوشانز. لولك ان العديد من الناس في العالم من حولنا ما بيقدروش ان هما يوصلوا لي فريش ودر. للمياه العظبة. بالرغم ان سبعين في المية من سطح الارض بيكون عندنا مغطى بالمحيطات. بطوة لكن بيكانت نوت درينك ذا ودر اف اوشانز. لكن احنا ما نقدرش نشرب المية بتاعة المحيطات والبحار. ليه ما نقدرش ان احنا نشربها? because it is a mixture of water salt. لانها خليط من مية ملحة. ومينيرالز اثر مينيرالز معادن تانية. وجاز الغازات. كائنات حية. دلوقتي قبل ما نكمل. دلوقتي احنا عارفين المية. دلوقتي مية البحار او مية المحيطات. انت ينفع تشرب منها كده على طول تروح البحر وتعبي كوباية وتشرب. ينفع تروح مية المحيطات وتشرب منها كده عطول. لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش يا ميس? لانتو اكيدة عارفين ان هي بتكون مليانة مية ملح وفيها كائنات ميتة وفيها كائنات حية ومليانة بالملوسات والجازز والغازات. فما اقدرش ان انا اشرب المية دي. وكمان هي فيها مينيرالز فيها معادن. كل الحاجات دي انا ما اقدرش ان انا امسك كده كوباية واشرب المية عطول. طيب ايه اللي بيحصل يا ميس? بيحصل عندنا ديزل نيشن. ديزل نيشن معناها التحلية. لازم الاول المية دي تمر على عملية اسمها ديزل نيشن بروسسس. عملية التحلية. ايه عملية بتحصل عشان انا اقدر اعمل دينك تو دور. اشرب المية دي. طيب what is the meaning of ديزل نيشن? يعني ايه تحلية? it is the process of removing salt from water. هي عملية علشان نزيل منها الملح. الملح من المية. مش الملح بس ونشيل منها كل حاجة. فيها التلاغسات وفيها عندنا الحاجات اللي بتكون موجودة في المية. بنزلها من المية. نعمل لها removing. فطبعا دي مهمة جدا. طيب ازاي how do we spread fresh drink ازاي هنفصل المية اللي هي بتكون عصبة دي لقابلها للشرب من المخلطات اللي موجودة في مياه المحيطات. هنعمل ايه? احنا طبعا عارفين الطرق. عندنا طريقتين. عندنا اللي هي وعندنا ايفابوريشن. عارفينهم. التنقية او التشريق او الترشيح دي بنعمل اي مواد بتكون كبيرة زي عندنا سي ويد. سي ويد قلنا اعشاب بحرادية احنا بنشيلها عن طريق وبنشيل اللي هي الاصدف او الكواكع وفش الاسماك. وكمال عندنا بيقول 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 يعني ان احنا في المية والمالح والمعادن والغازات بتمر عبر اللي هو دوت اللي بتخلي المية بتكون ايه يعني ايه غير قابلة للشرب. كل الحاجات دي اللي هي الملح والمعادن والغازات اللي موجودة ديت. ما نقضيش نشرب المية علشان فيها الحاجات دي. فالحاجات دي كلها بتعدي من خلال ده. بعدين عندنا حاجة تانية اسمها التبخير. لما احنا بنعمل بنغلي المية ديت. فعندنا بيحصل ايه بخار المية بيرتفع فوق. لما بخار المية بيعمل بيرتفع لفوق. عندنا بيسيب مية تحت بيسيب بيسيب الاملاح والمعادل التانية. لما بيحصل تبريد لبخار المية بتحول ايه لليكويد. تمام? بتحول لمية سائلة. وبتكون امنة على الشرب. طيب بعدين في عندنا بعض من بعض من المشاكل بتكون في التحلية دي. يعني في اسباب او في مشاكل بتعقنا. يعني لما بنيجي نعمل تحلية للمواد او بنستخدم اساليب التحلية دي. تمام? هي ايه المواد او ايه هي المشاكل دي? اول حاجة انا عشان اعمل ده بتطلب طاقة كتيرة. دي نمبر ون. نمبر تون. دي عملية بتكون مكلفة جدا ان انا اعمل واعمل الحاجات دي مش بتكون سهلة. لا الحاجات دي بتكون صعبة وكمان مكلفة جدا غالية جدا. بتعمل برضو مشاكل فيه البيئة. طيب بتعمل ايه المشاكل في البيئة دي. اني عندنا فيه بيكون small marine organism. فيه كائنات بحرية بتكون صغيرة. can be hard due to sucking of water into the desalination plant. باني فيه كائنات بحرية صغيرة يعني بتتأذي بسبب sucking of water يعني بسبب قصاص المياه في التحلية او في محطات التحلية. the water that contains a very big amount of salt is pumped back to oceans after desalation can be dangerous to the marine life. المياه بتحتوي على كميات كبيرة جدا من الملحة. فبالتالي يمكن ضخها مرة تانية للمحطات بعد تحلية المياه. التالي هي بتشكل خطر كبير جدا على الحياة البحرية. تعالوا مع بعض فيه تعالوا نشوف النوت دي. drinking salt water makes the human body dehydrate faster which means that the human body loses water faster. اني شرب المياه الملحة ده بيجعل جسم الانسان ان هو بيجفء. بيحصل كده جفاف لجسم الانسان بشكل اسرع. ده معناه ان جسم الانسان هيفقد برضو المياه بشكل اسرع. اخر حاجة ايه تجيبت ان مصر فيها حوالي اكتر من تمانين محط التحلية. تعالوا مع بعض نقول للاسئلة. اسئلة. بنستخدم يعني عملية التحلية علشان نشيل الملح من المياه. هقول له اجابة. احنا بنشرب المياه بملحة. هقول له اجابة فولس. لا طبعا ما بنشربش المياه الملحة. عملية التحلية دي بيكون ما لهاش اي عيوب. هقول له فولس. بدلين احنا قلنا فوق المشاكل. فهقول له اجابة فولس. اجابة خطأ. اجيبت داز نات هاف اني ديزنليشن. نقول يعني ان مصر ما فيهاش اي محطات تحلية. هقول له اجابة فولس. قلنا فوق ان فيها هاز اوفر ايتي ديزنليشن بلانس. طيب باع كده فيه عندنا اكتفشي نمبر اتين. طبعا ده ريفيو ده مراجعة على كل اللي في التلخيص يعني هو عمله. وكده احنا نكون خلصنا مع بعض المنهج بالكامل. كنت سعيدة جدا معاكم طوار العام الدراسي. انتظروني ان شاء الله في المراجعات. هنحل اسألت ده ان شاء الله.